بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد كنت بقول لحضراتكم قبل ما يشرف مولانا الدكتور أحمد حب سيدنا النبي ينفع ويرفع ويشفع حبه ينفع ويرفع ويشفع يوم القيامة أولى الناس بسيدنا رسول الله أكثرهم عليه الصلاة والصلاة على سيدنا رسول الله دليل المحبة لأن من أحب أحدا أكثر من ذكره فالمحب سيدنا النبي يكثر من ذكره ويكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يرد علي الحوض يوم القيامة أناس لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليه الصلاة على سيدنا النبي تخليك ترد عليه الحوض تخليك معروف لكسيمة وعلامة وأمارة بين يدي سيدنا رسول الله إن المحبين قوم بين أعينهم واسم من الحب لا يخفى على أحد الحب فضاح يفضح أهله ما ينفعش المحبي دار الحب بتاعه لأن حب الحبيب لا ينكتم ولا يستطيع أن يواريه الإنسان مكشوف ظاهر حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم يعني لا يتأتى له كمال الإيمان إلا إذا كان حبه لسيدنا رسول لا أكثر من حبه لنفسه من والده وولده والناس أجمعين وده إن دل يدل على إن حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى وهب من الله لأن ما يجي واحد يقول أنا بحب سيدنا النبي مش أنت اللي بتحبه ده هو اللي بيحبك بحبه لك أحببت يحبهم ويحبونه يا أيها الذين أمنوا ما يرتدن منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم تاب عليهم ليتوبوا يبقى سبق لك الحب من الله ومن سيدنا رسول الله لذلك أهل الله يعلمونا يقول ليست العبرة أن تكون محبا ولا عاشقا ولا طالبا ولا مريدا لكن العبرة أن تكون محبوبا معشوقا مطلوبا مرادا يبقى مراد مش مريد مطلوب مش طالب معشوق بش عاشق محبوب بش محب وده اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج سيدنا موسى يقول له يا ربنا أرني أنظر إليك يقوم ربنا يقول له لن تراني قال له ش سوف تراني لن تراني نافية بيش هتشوف يا موسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسيدنا موسى عين على الجبل فلما تجلى ربه للجبل والتجلي هنا من الله على قدر تحمل الجبل بمجرد أن ربنا كشف الحجاب دك الجبل سيدنا النبي يقول لنا كده في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه شوف سيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل يتوقف وسيدنا النبي يتقدم فسيدنا النبي يقول له يا أخي يا جبريل هنا يترك الخليل خليلة يقول له لا ما منا إلا له مقام معلوم ما أدرش تقدم منهن أما أنت لو تقدمت لاخترقت ازددت أنوارا على أنوارك يا رسول الله وأنا لو تقدمت احترقت معيني سيدنا جبريل مخلوق من إيه من نور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عجن الطينته بنور من أنوار العزة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هو حضرة النبي والكتاب المبين هو القرآن فيأم سيدنا موسى ينظر إلى الجبل فدك الجبل فخر موسى صعقا خر مغشيا عليه من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو رأى المتجلى وهو الله لو موسى شاف المتجلى بقى كان عملي نمى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدعو للرؤية وقال بعبديه بعبديه دي يعني يقظه يعني جسدا وروحا حسا ومعنى يقظة لا مناما فلو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فقهت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنه صلى الله عليه وسلم أنا قلت لحضراتكم من شوية إن الشمس بيسبقها شعاعها فاحنا شوية أشعة لشمس الليلة سيدنا الدكتور أحمد راشد وأنا عايز أشرب وارتوي وتعلم اللي احنا بنقوله ده علم سطور احنا عايزين بقى العلم التالي عشان نقوله يا مولاد فربنا يجزيك عنا كل خير ويبرق لنا في عمرك وينفعنا بك أنتم الحقيقة يا سيد الله نكمل بقى في الحتة دي بعد إذن حضرتك الحقيقة مولانا بيتحدث عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآية الكبرى وليس قبله ولا بعده قريب من الله فهو صاحب السبق سيدنا الشيخ محمد حرزال ولوه باع في هذا الكلام فنسمعه الأول وبعد كده بقى ربنا يفرجه فضل أمو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر خلق كل شيء بقدر أحصى على عبده ما قدم وأخر جعل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والصلاة والسلام على سيد البشر من انشق له القمر وسجد له الشجر وسلم عليه الحجر سيد الثقلين وإمام القبلتين وصاحب الجمعة والعيدين وجد الحسن والحسين ومن كان عند ربه قاب قوسين وحبيب رب المشرقين والمغربين وبعد فدائما الفرع يلحق بأصله وليلة طيبة كريمة ونحن أشعة كما قال سيدنا الإمام دكتور يسري عزام عالم الأمة وبدر التتمة في وجود عارفنا بالله وعالمنا وشيخنا ولي مكانه وقطب زمانه سيدنا الدكتور أحمد راشد أطال الله عمرا وبارك لنا في علمه ودعائه معالي الدكتور يسري لما تكلم عن سيدنا رسول الله مولانا أي واحد بيحب واحد بيروح وراه نحن بنحب ربنا واشترط الله شرطا لمحبته قال إن كنتم تحبوني إن كنتم بتحبوني فحبوا سيدنا فحبوا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ستين آمنة كنت بتحب سيدنا النبي ولذلك قالوا وهي بتوصي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له بارك الله فيك من غلام يبنى الذي من حومة الحمام نجاه الله الملك العلام فدي غاتات القرع بالسهام بمئة من إبل سوام يعني هي بتقول لسيدنا رسول الله أنت أبوك افتدوه بمئة من الجمال المرتفعة وبعدين جاءت ساعة الاحتضار فبتعلمنا عشان تقول للناس أنا آمنة مؤمنة وهذا هو محمد ولدي أنجبته للبشرية كلها ثم قالت كل حي يموت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكرا وذكرا يا باقي لقد تركت خيرا وولدت طهرا تقوم فلما قبضت ستين آمنة قالوا إن الجن بكى على ستين آمنة وسيدنا النبي موجود الجن سمع له نوح بكاء فقال أو كما أحصى بعض أهل العلم والمعرفة أيتها الفتية الرزينة زوجة عبد الله والقارينة وأم نبي الله ذي السكينة صاحب المنبر بالمدينة صارت في حفرتها رهينة بالأبواء دفنت بين مكة والمدينة حتى ستين آمنة وحتى الجن الجميع أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ولذلك مولانا أختم شنس مع سيدنا قال كما انتهى معالي الدكتور إن سيدنا جبريل توقف وسيدنا النبي اخترق في بعض في المواهب اللدنية والسيرة الحلبية فسيدنا رسول الله سابوا سيدنا جبريل قال فارتعد قلبه قليلا فأسمعني الله صوت أبي بكر فسكن قلبي الله ده دي لها قصة تانية يعني الموضوع ده فربطوه بعد ما نزل شرح فاخترق الرسول فجاء إلى الحضرة الإلهية فربنا بعد ما هو سلم على ربنا فربنا بيسأله سؤال يا محمد أنت لمن قال أنا لك يا رب أنا عبدك زيما مولانا قال سبحان الذي أسرى بعبده جسدا وروحا حسا ومعنا وجوارح قال له يا رب أنا عبدك أنت لمن قال أنا لك قال والأرض لمن قال لك والسماوات لمن قال لك يا رب واللوح المحفوظ لمن قال لك يا رب والقلم لمن قال لك يا رب والعرش لمن قال لك يا رب والكرسي لمن قال لك يا رب قال يا محمد وأنا لمن فسكت النبي فسأله رب قال فسألني يا محمد لمن أنا سكت النبي قال يا محمد لمن أنا قال أنت أعلم يا رب قال وعزتي وجلالي فأنا وأنت والسماوات والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي لمن صلى عليك زي من مولانا آل ليس لنا إلا الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان في الصطور أما ما كان في مكنون الصدور فهو عند أهل الله وعند العارفين بالله نسأل الله أن يتم عليكم خيره وبركته وعطاءه وبره والآن مع فضيلة مولانا الدكتور أحمد رشد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد رحم الله مريء عرف قدر نفسه والحمد لله اللي ربنا معرفني قدر نفسي أني أنا لا شيء وإنما أنا طفيل على موائد أهل العلم وأهل الله أسمع كلمة من عم الشيخ أرجعها تاني زي البغبغان وأسمع كلمة من سيدنا الشيخ أقولها تاني من دهل ده يعني ربما أكون ناقل ولا أكون ناقل جيد كمان يعني في حاجة ناقلة جيدة وحاجة أنا ما عايز نتكلم أنا أقول الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفاً وفضلاً وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلاً حملت به آمنة فلم تجد لحمله ألماً ولا ثقلاً ووضعته صلى الله عليه وسلم مخطوناً مكحولاً في خلع الوقار والمهابة يجلى وولد نبينا صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور ساطئ كالشمس بل هو أضوأه أجلى وثغر فاق الدر واللؤلؤ بل هو أعلى وأغلى وطاف به جبريل ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعلياً لا مستعلى وذكره على ممر الأيام وكرر ويتلى اللهم صلي وسلم وبارك على الذات المحمدية واغفر لنا به ذنوبنا والآثام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كامل النور واجعل لنا من نوره نوراً نهتدي به ونوراً نقتدي به ونوراً نمشي به في الناس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أصل كل غنيمة وهو غنيمتنا وهو خير غنيمة وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد ما شيخنا كلمهم عن الإسراء والمعراج وفي كل عام يتجدد الحديث عن الإسراء والمعراج أما عند المسلم فيتكرر الحديث عن الإسراء والمعراج في كل يوم خمس مرات في الفروض الخمسة بنعيش الإسراء والمعراج أن سيدنا النبي عرفنا أن الصلاة معراج المؤمن الصلاة معراج المؤمن كيف تكون الصلاة معراج المؤمن سنقول الوقت يعني أهم ما في الصلاة التشهد والتشهد والحديث اللي دار اللي بيذكر السادة العلماء أنه الحديث اللي دار بن سيدنا النبي وبين رب العزة مفهوم عندي ولا أفرضه على أحد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والزكيات تشهد له صيع متعددة النبي عليه السلام دخل على الله أراد أن يقدم التحية فقال ليس عندي ما أحييك به فالطيبات منك والتحيات منك والبركات منك كل أمره كل الأمور لك تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله بتاعت ربنا ملكه هم؟ انت بتوهبها الخلقك فكان ربنا سبحانه وتعالى يقول لحبيبه السلام عليك برضو لا فهم خاص عندي السلام عليك أنت مسؤول عن إفشاء السلام في العالم بين العالمين السلام عليك أنت مدين بإفشاء السلام بإقامة السلام في الأرض والسلام اسمه من أسماء الله والسلام تحية أهل الجنة وسيدنا رسول الله هو السلام وهو الداعي إلى السلام السلام عليك أيها تبيه فأراد أن يشركنا فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى مسئولية العبد فينا كما كلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التجاهد إقامة السلام في الأرض ويبدأ السلام بسلام الإنسان مع نفسه السلام يبقى بينك وبين نفسك أنت الأول لأن السلام طهر والسلام استقامة والسلام حب والسلام فرح السلام أمن والأمن هو أعلى درجات المنة في الدنيا أولئك لهم الأمن فإذا يبقى إفشاء السلام بين الإنسان ونفسه لازم تكون سليم الصدر سليم السريرة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين لا يخاف منهم أحد فقد أمرنا أفشي السلام على من عرفته أو من لم تعرف يعني يهودي أفشي السلام عليه إحنا فهمين أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام تحية جميلة إنما الإسلام فعل كلمة الإسلام فعل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القيادة لله أصلا أنا بسمع برضو بعض إخوانا رضي الله عنهم أجمعين يقولوا إن الإسلام درجة وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان وهذا مش في نظراني برضو مش صحيح الإسلام والإيمان والإحسان حاجة وحدة حاجة وحدة الشمس لها نور وشكل وحرارة وكذلك المسلم له إيمان والإيمان يسبق الإسلام الأول الإسلام الدرجة العليا المؤمن يؤمن بالله الأول عندما يؤمن يسلم قياده لله فيكون فعل ولا تفعل وأمر بالقرآن فيحسن ما كلف به يبقى أنا عايز أفصل البلط ده زي اللي اللبسه عم الشيخ يسري جبت الأمشة غالية أفصله عند مين يقوله ده فيه ترزي كويس في الحتة الفلينية تبقى لتأكد يقوله ده كويس مشهود يبقى أنا أمنت بمين بالترزي فاخد الأمشة وقوله أنا عايز أعمل ده إيه بلط مسك المقصل وقطعها واحد اتنين تقول الله للمقصل اللي جيب أقطعها آه بس هو عارف لما أقطعها عايز من الباقي فلما أقطعها وفصلها أحسن صمعها وهو هكذا الإيمان يسبق بعد الإيمان أسلم بعد الإسلام أحسن إنما لازم التلاتة يكونوا حاجة واحدة يا مولانا ليسوا بدرجات لأن المسلم لابد أن يكون مؤمنا محسنا وقال لكده عشان كده الأعراب قالوا إيه قاتل قال لهم لا لا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بتقولوا بلسانك بس بيبقى المعراج بتاعنا بنعيش المعراج في كل تشاهد بنقرأه فيه ناس بقى بيصلوا السبعتاشر راكعة والاثناشر النافلة مثلا يعني وفيه ناس دي عم الشيء وانتحرز الله له من التهجد نصيب ومن الضحى نصيب ومن ايه نصيب ومن ايه نصيب فبيقرأ التشاهد كتير لو عشت التشاهد عيش ان ربنا اللي بقول للنبي السلام عليك مش انت اللي بتقول السلام عليك انت ناقل للكلام اللي ربنا أزن لك انك انت تتكلم باسمه لان من كرامات المسلم ان سمح الله لنا ان نتحدث باسمه قال لك أنا أتكلم بإسمي أنا أتكلم بإسم عيلتنا أنا أتكلم بإسم البلد أنا أتكلم بإسم الله الرحمن الرحيم فهيبقى أكبر منا ربنا من علينا واختصنا بها أنني إيه أسمي نيجي لحادث الإسراء والمعراج ويكثر فيه اللغة هو كان رؤية منام ولا كان حس ولا كان جسد ولا كذا ولا كذا فأنا بسأل إخوانا والسؤال قلته قبل كده كتير هل رأينا الله إحنا شفنا ربنا ها لا هل كلمنا ربنا لا إحنا شفنا ربنا وكلمناه شفناه وكلمناه ها وكلمنا وخد علينا المساق وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أليست بربيكم يبقى إحنا كنا جلوس بس أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن إيه غافلين طيب ما أنت كنت غافل وانت بطنمك تفاكر وانت بطنمك كنت بتلعبت إزاي طيب ما دا حدث موجودة هو فاكر وانت نطفى فاكر وانت ماني فاكر وانت طراب فاكر وانت بتزحف فاكر وانت بتعلم الأكل فاكر وانت مش فاكر ما هدى كمان حاجات آيات ربنا وراها لك عشان ما يقول لك انت كلمتني وخدت عليك المساق ودي الأدلة كتير هي إن الحاجات اللي بتحصل قدامك في حياتك ما انتش فاكر أنت تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا هي المساق التاني ربنا خدوا على الأنبي لأنهما تلت مواسيق مساق عام ومساق خاص وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لئين جاءكم وإذ أخذ الله من النبيين من كتاب وحكمة ثم جاءكم يبقى اللي فاتوا كلهم كانوا اسمهم إيه أنبي وهو كان اسمه إيه فهو رسول الأنبياء يبقى كلهم له تبع مش كده والله لهم ثم جاءكم نبي يبقى سيدنا النبي رسول لمين للأنبياء كلهم يبقى هما كلهم بياخدوا أشعة منه وكلهم من رسول الله ملتمس كل الأنبياء من رسول الله ملتمس المشعل غرفا من البحر أو رشفا من الديم فده كان المساق الثاني قال أقررتم قال فاشهدوا وكشف الحجاب عن رسول الله فاشهدوا أقدمكم وأنا معكم من الشاهدين الكلام ديه من عام ما تأخذونيش به ويعني بلوش يعني إيه بصححوا لي خدت بالك مولانا قال فاشهدوا أقررتم أقررنا قال فاشهدوا هو أقدمكم هو أحسن طوله ما عرفناه لا أقدمكم هو وأنا معكم من الشاهدين المساق الثالث بتاع خواص الخواص وأنتوا عارفونه أكثر مني وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ده المساق بتاع خواص الخواص الثلاث مواثيق دول كلهم كانوا في عالم الزر يبقى كل دول الأنبية وإحنا والأنبياء خواص الخواص الأكابر كلهم أخذ عليهم المواثيق في عالم الزر وزي ما الشيخ شعراو قال الحياة إعادة لما كت لإعادة لأحداث حصلت عشان كده حضرتك تشوف رؤية وبعد سنة لها قدامك تشوف واحد ما تعرفه شو تتعرفها لها بعد كده يعني ربنا بيعلمك من العلوم الغيبية مقدما قال الملك إني آرى سبع بقرات سياكلهن وسبع سمولات وأوخي قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس مش دي رؤى والرؤى كان فيها إخبار بالغيب والغيب على مدى سنين طويلة إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى وعين ده مفاتح الغيب ماش كده إيه بقى إحنا شوفنا ربنا وكلمناه وأي حدث تم قابل للإعادة إنه يتكرر تاني طالما حصل مرة يعني سيدنا موسى ضرب البحر بالعصايا فجأة اتعمل اتنشر طريق كل طريق مشى منه مجمعا بني إسرائيل طب يعني حد يمشي على المياه الوقتي آه يمشي على المياه الوقتي ما حدث حصل لسيدنا موسى وسيدنا حصل لسيدنا العلاق بن الحضرامي وسيدنا العلاق بن الحضرامي عبر بالجيش البحر ما بتله حافر حصان ما بتله حافر حصان يبقى الحدث اللي حصل مرة يحصل مئة مرة يبقى إحنا شوفنا ربنا نشوفه تاني نشوفه تاني ويقال إن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رأى الله إيه في منامه بس ربنا سبحانه وتعالى لا يرى على صورته إنه يرى بصورة رمزية يرمز للملك في الرؤية أنه رب العزة ما تشوفه الملك يبقى ده رمز زي كده الحجر الأسعد يمين الله في الأرض رمز نيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى في خلقة الإنسان العجيبة الإنسان فيه أمور ظاهرة وأمور بطنة كل حاجة في كنة لها ظاهر وبطن تعالى شوف ظاهر بقى الإنسان وبطن والإنسان نفسه إن السمعة والبصر والبصر والفؤاد والفؤاد يبقى دول كم حاجة ثلاث حاجات لهم حاجتين بس السمعة والبصر دول الدليل للإنسان في حياته لإدراك ما حوله اللي ما بسمعش ما يتكلمش أخرص مش كده واللي ما يشوفش ما يعرفش يميز أعمى يبقى دي الرؤية الظاهرة لتعلم الأشياء الظاهرة بالأذن وبالرؤية بالكتاب أقرأ بالمشاهدات الطبية اللي شوفها على المريض بالنزارع اللي بشوفه بيكبر وبعمل إيه وبشوفه الورق على منه ولا ما على هاش أروسه ولا ما رشش إيه بعيني مش كده يقول لك هو أنت ما عندكش نظر يبقى النظر مهم جدا المقابل بقى للإبصار والسامع الباطني هو الفؤاد يبقى الفؤاد هو صاحب الإبصار الباطن وهو صاحب السمع الباطن يبقى إحنا لنا بقى سمع ظاهر وسمع باطن أقول لك عليه السمع الباطن هسهل الحكاية شوية لو أنت تخيلتني وانت قاعد في بيتكم هتلاقي صورتي قدامك وشايفها ولا لا هتشوف صورتي جواك طب لو سمعتني وأنا بتكلم وانت قاعد وسمعت الكلام اللي أنا بقوله هتسمع صوتي جواك ولا لا هتسمعه مش كده طب لو أنت شفت في الحلم إنك بتاكل بورتوان هتحس بتعمل بورتوان في الرؤية ولا لا يبقى الفؤاد هو بقى إيه هو السمع والبصر الحقيقي وظهره ظاهر الإثم وباطنة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولذلك العين مش هتتحاسب ولا الوجن هتتحاسب وما لإيه اللي حيتحاسب الفؤاد الفؤاد المحرك اللي احنا حنسميه الروح اللي حنسميه القلب اللي حنسميه العقل اللهم حاجة واحدة ولا حاجات وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى اللي يهود راحوا للنبي قال ويسألونك عن الروح قل إيه ويبقى عدين ولا وما أتينا ها وما أتيتم أيها اليهود من العلم اللي كنت بتعرفوش عنها حاجة احنا عارفينه احنا عارفينه الروح انه ما انتو لا وما أتيتم العلم اللي جالكو قليل عندنا احنا العلم الكامل يبقى الفؤاد ده بيرى طيب هل الانسان اللي قاعد ده المركب اللي له روح شايد له لفوق وجسد شده لتحت عشان كده يستقيم عوجه الروح عايزة تطلع فوق الجاذبية بتاعتها اللي أعلى والجسد الجاذبية بتاعته عشان ميطن لإيه لأسفل عشان كده لما الروح بتطلع الجسد ما فيش حاجة شده لفوق يوم واقع على الأرض مش كده يبقى الروح دي صاحبة ايه صاحبة السمو هل الروح دي تقدر تشوف حاجات الجسد ما يشوفهاش اه اول ما تغمض عينك الله يتوفى الأنفس حين ايه والتي لم تموت في منامها فيمسك ويرسل ايه يبقى انت لما بتنام روحك بتنطلق تقول ده نروح تزور تحضر النبي في المنام النهار يبقى روحك راحت ولا ما راحت راحت والتقيت بفلان وفلان وشوفت وكذا وكذا اللي هو العالم اللي الروح مطلقة فيه ترى ما لا يراه البصر ولا تسمعه الأذن وينبيئك بحاجات كتير انت ما قلتش عارف لا حلول تعلمها لك هل ترى هذه الروح ام لا ترى واذا رؤت اذا رأها احد هل يحدثها ام لا ام لا اتكلم لات عشان الفؤاد بس ابين يعني جزء من الفؤاد الفؤاد يرى يرى وصاحبه حي وصاحبه حي وصاحبه منتقل وصاحبه منتقل يعني ممكن نشوف واحد منتقل وممكن نشوف بعيني اممكن ممكن اوي هتقول واذا مانيش بطوف لقيت فلان الفلان قدامي تبغى ملايانك فاتح ملأتوش يبقى كانت روحه بتطوف من مات على شيء باعث عليه واصلحنا فاهمين الموت برضو فاهم قاصر شوية يعني فاهم الموت فاهم قاصر شوية لان الموت وانتقل من مرحلة الى مرحلة من مرحلة ضيقة الى مرحلة اوسع زي اللي طلع من الرحم قد كده للدنيا والدنيا قد كده خرج من الدنيا قد كده وخرج الى سعة جنات عرضها السماوات والارض يبقى هنا الفؤاد يرى ويرى الشيخ اسمعين صدق العدو رحمة الله عليه سألت قلت له يا مولانا انا التقيت بخال الولاد في الحرم وكانت اخته معايا والولاد فقلت له اخوك يا هوت يا أولاد خلكم واللي ما شافوش خلكم هي حتوه عن أخوها أمر صعب يعني واخوها كان الشيخ بتاعي حتوه عنه ففضل واقف قدامنا واحنا نبصل وهي بصلنا وقلت له لو لئني عارف انه منتقل أنا يعني قلت روح تخطف حضن قال له ما روح تشليه طول ينفع قال له قال له قال لي اسم مما احكي لك حكاية تفضل يا مولاني قال كان لي صديق اسمه خليف سوداني فسألت عنه قالوا انتقل إلى رحمة الله وأنا بصل للضحى في الكعبة لقيت خليف قاعد جنبي ازاك خليف قال ازاك اسماعيل قالت انا سألت عليك قاله موت قال له طب من جنبك قال له طب بقى طالما انت جنبي بقى استنى لسا ركعتنا خلصهم وكمل معك حديثي عم الشيخ سبحان الله هو اكبر نوى يكمل الضحى وعم الشيخ خليف ايه ذهب إلى ما كان عليه يبقى الروح ترى ترى يبقى الفؤاد لو حركة ترى اه تعالى بقى ما نشوف بقى في الاسراء والمعرج سمحوني سمحوني عشان يا مولانا حسن يكون يعني كلام الاسراء والمعرج سيدنا جبريل لما كان بينزل يقعد مع الصحابة ومع النبي كان بينزل في هيئة الملائكية ولا على دوحيا الكلبي رضي الله عنه وارضاه سيدنا دوحيا الكلبي رسول رسول الله إلى هراقل ملك الروم وكان سيدنا دوحيا الكلبي جميل ونزلت فيه صورة الجمعة عشان بقول رجعت لنا سباب النجول فكان صاحب تجارة وكان يتميز التجارة بتاعته برقة الأشياء وأثمنها فإذا جات الرحلة بتاعت سيدنا دوحيا الكلبي الأهل للمدينة كلهم يندفعوا عليه وإذا رأوا تجارة أولا وننفضوا إليه كنت التجارة بتاع سيدنا دوحيا الكلبي فكان سيدنا جبريلي نزل على هيئة سيدنا دوحيا الكلبي الله تبو سيدنا إبراهيم لما رحولوا الرسل وجاب لهم العجل وجاء بعجل حنيز مش بخروف يبقى لما جاب العجل الحنيز دول كانوا بشر أو الملائكة 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 لما كلمت السيدة مريم وإذن قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك والطارق يبقى كانت الملائكة دي الهيئة ملائكة ولا بشر بشر يبقى الملائكة إذا نزلت للأرض تنزل على وإنتوا قلتولنا حكاية بتاعت في السيرة بتاعة سيدنا علي لما باع واشترك جمل من سيدنا جبريل وإلا سيدنا ميكايل يبقى إذا نزلت الملائكة تنزل على هيئة البشرية عشان الهيئة هي فيها طيب إذا احنا بقى قدر وطلعنا للسماء هنطلع بالأجساد البشرية ديا ولا هنتحول زي ما سيدنا جبريل يتحول لنا إحنا نتحول نبقى زيه لأ هنتحول نبقى زيه لأن سيدنا النبي قال إنه لأ سيدنا جعفر يطير في الجنة بجنة حي يبقى احنا هنبقى في الجنة لنا صورة ملائكية هنبقى صورة ملائكية وحنتخلص من الصورة البشرية طيب سيدنا جبريل لم يطلع لحد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدرة المنتهى أتبال حضرتك وقال له لو تقدمت احترقت ولو أنت تقدمت اخترقت سيدنا جبريل بصورة الملائكية ولم يسمح له بأن يتحول إلى الصورة الفؤادية يبقى فيه الصورة اسمها الصورة الفؤادية ما كذب الفؤاد ما رأى يبقى هنتحول للصورة انهيه إن السمع والبصر والفؤاد يبقى حيبقى اللقاء بصورة الفؤادية اللي حنقبل بها ربنا برضه يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا يبقى حضرة النبي يبقى في الصورة اللي هي مش الملائكية الصورة الفؤادية والصورة الفؤادية نور والنور غير الضوء هل يرى النور وهل النور النور واحد ما فيش أنوار كتير إنما واجعلنا الشمس ضياء في فرق بين الضياء وبين النور لأن النور حاجة الضياء شعاع والشعاع يرى وبينتخل من خلال الأسير إنما النور لا يرى النور يرى بالفؤاد وبالقلب اتبال حضرتك النور اللي ده جواك ده يبقى هيبقى تلتك نور نصك نور ثلتة اربعك نور تيجي يوم الايامة تقولوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حولنا للصورة النورانية يا رب ما عايزين الصورة البشرية ده نتحاول والصورة البشرية ده تحصل يوم يوم تبدل الجلود غير الجلود بدلناهم بجلود ايه عشان الجلود اللي ديت حتزيق الألام للأفئدة حتزيق الألام للأفئدة وجهنم والعياذ بالله مظلمة ظلمة مفيش فق نور لأن لو فقه نور حيبقى فقه رحمة أما للنور فين عند ربنا وعند النبي وعند المؤمنين نورهم صلى الله عليه وسلم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يبقى النبي بايه بيسعى بين أيدينا وأيماننا لأن اليمين هي اللي حتشهد يوم الأيام في دخول الجنة وأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحسب حسابا يسيرة النبي حيستلم عنك كتابك وإن شاء الله يستلم عننا كتابنا ويستقل قبل نحن من السقل يبقى كانت الرؤية تعالي النبي عزيزة السلام رؤية فؤاد وربنا سبحانه وتعالى يعرفنا أن الرؤية تمت لأن بيتكلموا في النجم ولقد رآه نزلات أخرى عند أفتم واروناه على ما يرى ماذا كده ده في صورة النجم ده هو في صورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين ولا قال ما ما شابه ولقد رآه وما هو على الغيب بضنين ما هو شبخيل ده على الغيب كله وعنده ولقد رآه وإحنا عايزين ندق بس في ولقد رآه بالأفق المبين إحنا بنمر عليها مر الكرام ولقد رآه بالأفق المبين فيبقى رؤية ربنا سبحانه وتعالى لنا جائزة تبقى جائزة تبقى مكفأة آه تبقى مكفأة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ويعلم الأبصار الإدراك أبصار الفؤاد فلانا عباس عايزة أتكلم عن الإنسان في حسه ومديته وروحانيته أن جواه كائن تاني اسمه الفؤاد ويقال أن الشيخ أبو الحسن لما انتقل والشيخ أبو العباس المرسي براح للغسل في حميسرة لا الشيخ أبو الحسن واقف بغسل معاه قال له إيه يا مولانا إيه واحد نايم واحد واقف واحد نايم واحد إيه واقف فقال هكذا الروح وهكذا الجسد هكذا الروح وهكذا الجسد وعزنك وتفكرون في حكاية ثم ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا إيه الجسد وإلي حصل لسيدنا سليمان وإلي خلا أنا بتاني فيبقى الإسراء والمعراج إحنا عايشينه في كل يوم خمس مرات على الأقل لللي بيقد الفروض بس وتارك السنة معاتب يوم القيامة فجي إبليس مرة اللي مش أنت قد نفسك تشوف النبي والنبي يجي عقبك ما تيجي تبطل السنة شوية كده ها عشان تبقى فرصة أن النبي يجي عقبك تقوم تشوفه شوف المداخل يا مولان فلقيت التكملة بقى ومن عاتبه النبي سقط لحم وجهه حياء قلت لا مش عايز لحمه وش يقع بقى فأم عم أحمد صلي السنن اللي فاتيتك قضى كلها صليها قضى أيها صلي السنن قضى حاضر مش عارف هتكلم وقل إيه في هذا القدر كفاية نعم مولان سيدنا الشيخ بدخلنا في قضيتين قضية وجهك ضالا فهدى الحقيقة أنا بعمل بحث عن كلمة الضلال في القرآن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ومن يضل لله فلا هادي له فلن تجد له من هاد ووجد ووجدك ضالا فهذا أنا طبعا قلت محاضرة عنه ووجدك ضالا فهذا دي عندك مولان ونبه الده للأحباب يعني هاختصرها في كلمتين لما جيب معلقة سكر وقلبها في المية اختفى ايه السكر في المية اقول في اللغة ضل السكر في الماء يعني اختفى السكر في الماء فقد ذبت يا رسول الله في محبتي وجدك ضالا ذائبا فهدى بك الخلق والخلائق لفرط حبك في ولذوبانك في جعلتك هاديا للخلائق دي باختصار كده يعني تووجدك عبس وتولى النبي كان قاعد جلسة زينا كده واعد الولد ابن المغيرة وأمي ابن خلف دخل سيدنا عبد الله ابن مكتوم فهش له النبي وبش وانشغل به عن القوم فعبس الوليد ابن المغيرة وأمي ابن خلف وانصارفوا من اللي عبس هم كاعدين في مجلس واحد عبس وتولى أمي ابن خلف والوليد ابن المغيرة عبس وتولى أن جاءه الأعمى ساعة ما شفوا جاءه لعمى جاءه للنبي عزيزة السلام فعبس وتولم عشان كده جاءه في صورة المدسر ثم عبس وبسر ثم أتبر واستكبر يبقى من اللي عبس الناس كتير يقولون ده بالتفسير بقول كده في الايه واني بلغت سيدنا الشيخ احمد عمر هاش مؤلوة من المذكرة وهتا تتعرض على الهائة كبار العلماء والدكتور نادي كالله يكرمه جمع الحاجات دي تفمية ورقة وعشرة واخدين وعد انهم حيارضوهم يشوفهم حاجات كتير كده منها عبس اتولى دي على الله ان ربنا يبقى نصلي على النبي هسته السلام في ليلة الاسراء والمعراج بيغنوا له اغنية هقول لها قدام الشيخ بسرعة عشان اسخانه بس انا قلتلك خدها وقولها انت مش كده من مكة والبيت الامجد للقدس سرى ليلا احمد من مكة والبيت الامجد للقدس سرى ليلا احمد كم للهادي فضل يحمد من منه للمولى احمد وإله الكون دعاء احمد من مكة والبيت الامجاد للقدس سرى ليلا احمد للقدس سرى ليلا احمد للقدس سرى ليلا احمد الامجد وله عين مكح حالة وبكحل الله به حالة لما نمى وتهن آتا جبريل مع الملكين آتا ببراق العز الى احمد من مكة والبيت الامجد للقدس سرى ليلا احمد مع الشيخ المدحين شرنا الشيخ محمد ابو شريع